اشتركوا في القناة احتى التسعة والجدع المشترك اي سانكيا اذا الناس لي ما مشتركش في القناة كنتمنى على انها تشترك وتفعل زر الجرس و الى عندكم شي تساؤلات على هاد الشي اللي غادي اه نتطرق له دابا خليوه لي في الانستغرام اللي غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف او لا في التعاليق اذا ضمن اهم هاد النقط اللي غادي نتطرق له دابا هي مسألة العتبة ديال النجاح اذا تبعوا معايا اهم هاد النقط اللي جابيها الوزير اذا اهم النقط التي تطرق اليها وزير التربية الوطنية والتكوين المهاني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعد امزازي خلال جلسة الاسئلة الشفهية الاسبوعية بمجلس النواب لهذا اليوم بالنسبة لباقي المستويات اي الابتدائي والاعدادي والجدع المشترك سيقتصر على نقط المراقبة المستمرة فقط المنجزة حضوريا ونقط الامتحانات المحلية بالنسبة للسادس ابتدائي والثالثة اعدادي اذا النجاح ديال هاد المستويات اللي قلت لكم دا بايا غادي تكون وفقا يعني للمراقبة المستمرة نقط المراقبة المستمرة ونقط الامتحانات المحلية يعني كنقصد هنا تحديدا السادس ابتدائي والثالثة اعدادي كي تجمعوا هاد النقط هادو وكي يعطيهم المعدل العام اللي من خلاله تعرفوا واش غادي ينجحوا اولا ما غاديش ينجحوا عادي ندوز الى اهم النقطة اللي انتم ما كتسولون عليها بزاف عتبة النجاح اكد الوزير على ان للمجلس القسمي دائما تأكد عليها كافة الصلاحية في التعامل وفق ما تقتضيه مصلحة التلميذ تقتضيه مصلحة التلميذ بمعنى اخر ان هاد المجلس هاد له الصلاحية الكاملة باش احدد هاد العتابة واش في 8 واش في 7 واش في 9 واش في 10 لحسب طبيعة دي المؤسسة ولكن تطرق احد البرلمانيين وصولوا قالوا السيد الوزير كانت منه ومنك لان العتابة تنزل يعني خصوصا هاد العام هادا لان هاد العام دا كان عيشوا واحد طرف اللي هو استثنائي ان كين عداد من تلمد اللي ما خدموش وما شغلوش في الدورة الولى وكانوا ناويين او لا باغين الشغلوا او لا يعني رهبانت النتيجة دي لهم في الفروض اللي داروا في الدورة التانية يعني جابوا نقط مزيانة اذا كانت منه ومنك السيد الوزير على انك تخفض العتابة ديال النجاح باش غادي يجاوبوا غادي يقول لهم في الخر باناني جميع النقطة اللي اتطرقتوا لها ان شاء الله غادي ناخدوها بهي الاعتبار وانا متأكد بكل صدق متأكد على ان ان شاء الله العتابة ديال النجاح غادي تكون هاد العام استثنائية وغادي تكون يعني هابطة والمجلس القسم ايضا يعني رهتي عرف تلامد كلهم رهي القساد تعرف يعني تلميذ المجاهد وتلميذ اللي بغي ينجح وتلميذ يعني اللي ما بغيش ينجح اذا النقطة الموالية سيجرى عفوا امتحان الجهوي احرار بالنسبة للثالثة اعدادي والسادس ابتدائي يومي 25 و 26 شو تنبير 2020 اي حتى الشرط سعود 25 و 26 عاد غادي دوزو الجهوي اذا الى كنتوا انتم ما كتفرجوا في يدابة كتعرفوا الشي واحد عنده يعني دفع للثالثة اعدادي احرار او للثالث ابتدائي احرار وغايدوز الامتحان فخبروه بان الامتحان غايدوزوه في شهر تسعود نهار 25 و 26 بالنسبة للدخول للمدرسي القادم ان شاء الله غاينطالق يوم جوش تنبير اي جوش شهر تسعود 2020 وسو يخصصوا جزء من هذا الشهر للدعم المدرسي في الدروس المنجزة عن بعد اذا فاش غا ديروا الدعم غا ديروا الدعم في الدروس اللي انتم ما قريتوا عن بعد بماشي اللي قريتوا في القسم وانما اللي قريتوا عن بعد غا ديروا فيها الدعم ان شاء الله بحول الله اذا كان عود نأكد اذا عندكم شي تساؤل خليوه لي في الانستغرام لان الفيسبوك عندي في عدد المساجات كثير وكثير بزاف خليوه لي في الانستغرام وانستغرام ولا ما فيش تقريب المساجات بزاف اذا انتم ما قدر نجاوبكم عن جميع الاسئلة ديالكم اذا الى الحلقة القادمة ان شاء الله